بسم الله إن شاء الله نراجع الكميورمت و نتجد شوية تصدر عليها كده أنا بي عريسي الحامل نامي وهن اسمها دانيش أداله لساني الروشيك منترول بلانيب وكيما ناليس و كده جدت هنا في الجمعية أربع مقدرات و الوكيلة اللي هم الأربع أدول اللي مشابهت تعيبتهم يجد فرصات تانية في البلانيب وكيما ناليس وكيما ناليس وكيما ناليس و كده وفي برضو في البيم بي وعمل يمكن مراجع عني يكد على البيم بي بلاي لست على الانترنت دي شوية تركيز كده من البيم بي والأستوشيات في الشرطة بسفة على الجريبرز بتاع التحكيم بلندن وستشارع حدثري برضو لأن تنوية دولية التحكيم بشكل مصد بلسطة التحكيم على المجموعة مع مجموعة من الزملة كمينيكي كده للبلانيب في البلانيب كمينيكي تركيز على الفيس بوك وبدأت مرموعة سترايز عن البلانيب في يوتيوب شانل عليها ريديو زمين الحاجات المتابعة وعمالنا من الكمارين سنويين 2014 و 2015 موجودين في الكامل على يوتيوب شانل دي والحال الحاجات كلها المتابعة يمكنك تركيز على المصدر كلها المتابعة ومتابعة بالبنبوك في البلانيب في البلانيب اللي هو بطابة البيينب مالجبارة 5 هي شفطة بلد شفطة الوطنونشن هنأخذ الأول مراجعة سريعة على الـ Procurement وبعدها هنحاول نحلل أسئلة من كتابين مختلفين مجموعة أسئلة من كتاب اسمه Green وكتاب تاني اسمه Subsystem مفتاح للسحن المجال المجال في الـ Procurement بدأت كالعادة كمعظم عمليات الـ Procurement كمعظم الـ Procurement بدأت بروس الـ Procurement المجال الخاص بروس الـ Procurement عالي من الـ Procurement يتلايتي تقوم بروس الـ Procurement ويتحلل نظر الدنيا الهدف من المجال التي تتعرض لها فرطة كثيرة دورة عامة الـ Procurement هي إتبع لها كلها الهداء آخر من الـ Procurement يطول الآن الـ Procurement ويبقى الـ Procurement سيكبر، هذه الـ Procurement من المركز التالي احيانا كتير في معظم العملات كانت جزء اخر يصبح من Val твоi ومصلا جميعتي معي نعم المركز التالي من lige شاير من العملاء قصه الادة القلبد من المركز التالي كنت اطلع مع المركز التالي من شركة النبي وحالة اللي انا احتاج ان انا اعمل لها مشتروات وعملها منبرر وهو مبارر ده عدافة من جاتنا اعمل الحاجات اللي انا اعملها منبرر مش اللي انا هنكفزها بتبتيز زياد والبسيشن ده بيتكافل هنا اللي هو ميكور باي الاناليسيشن فاللي كان هنا في طول التكنيج ميكور باي اناليسيز وطلع هنا ميكور باي الاناليسيشن وده من الديسيشن بصراحة يعني يمكن البيم بي تكلمت عامل طريقة مختصر قوي ولكني اعتبر من القرارات الاستراتيجية اللي اتخذها الشركة يعني المشاركة تاخد قرار ان الحاجة دي العمل ده هنكفزه ذاتي ولا هجيب حد ما مبرر يعمله ده اعتبر بالنسبة للشركة خصوصا لعمل كبير اعتبر نسبيا قرار استراتيجي لان انا لو هعمل الحاجة دي ذاتي محتاج ان انا افضلها على رسورسز ممكن انا نفسي هشتري معدات كتير قوي ممكن انا ان انا هجيب عمالة مخصصصة مدربة على نوع العمل معين وهركبهم مخصوص لنوع العمل ده فايفرق مع الشركة بعد كده المشاريع ده بعد كده وبستراتيجي الشركة عموما في المستقبل بيبقى من الحاجات المهمة شوية في الموطة اللي فاتت دي ان انا ابدأ عني هنا في التونزة التكنيك اللي هو وطلع الـ ان انا اشوف الحاجة دي انا هنقفزها ذاتي ولا هعملها من بره وقتلي اعمل شوية ثم يعني الـ انا انا احسد حسابات ان ده لو حسب المدة لو المدة زادت يبقى اعمله خلفيز ذاتي او احسن لو المدة اقل يبقى ايه يبقى اعمله وفيه ان انا ابحث بالسوق ايه الحاجات اللي موجودة وبعدين هحط بلغة اللي انا اعمل بان اطلع بعد كده اما يتدي يتقدم لي عطلات وتقدم لي ازاي اختار انا السيلر ده وهبطني امس ده اختاره نعم على شوية حاجات الريسك هتحمل قدين من المخاطر العمل ده في قدين من المخاطر وانا محتاج حد يتحملها معايا ولا لا الكابستي هل هو قادر وبنفس الوقت عنده اعمال تانية موجودة معايا دلوقتي ولا مع النوش ده يعني الشوق ده معايا وممكن بقى بقى فيه ويتنج سيستم ان انا اعمل الاشتغل شوية في السيليكشن ده بتدي يتحمل بقى ايه بيتقيم فاني وماني والفاني ممكن ابتدي اعمل شوية نقط كده ان انا ابتدي بناء على ايه و ايه و ايه و ابتدي اديه نقط وبعدين اطلع ويت لكل حد مقدم و اختار بقى ايه حسب الويتس دي برضو يرا فيه احيانا عندنا بعض الاعمال ببقى فيه حاجة اسمها صوت سورس اللي هو ايه زي احتكار هو ايه بس او يبقى فيه حاجة تانية اللي هي الايه السيجل سورس ان انا من الاول محدد حد حد نومانيتد في العد حد ايه انا من الاول مختاره ولكن فيه سورس استانية موجودة بس انا اختار تليه السورس ده احيانا تفيد في العقود يبقى نومانيتد سب كنتراكتر ان المالك بيقول للمقاول لما دي بتعمل الاعمال دي يجيها سب كنتراكتر للشخص الكلاني اللي المقاول اللي تريد وبيصلع معنا اللي هو اللي ايه اللي هو اللي هو ان انا اعمل الكلام ده قولنا ده بيعتمد غالبا على المدة اللي يتنفس فيه الاعمال هنا ده نسال على اللي ايه انا اتو ان انا اتو ان اتو ان اتو ان انا لو اكجره يوميا هيكلفني مئة عشرين دولات طيB لو هشتري بقى وهعمل الان الكلام ده بنفسي مش هدين حد بقى رضيه اليوم. لو هشتريه هعمل كيه الف دولت. وهيكلفني سيانه يومية عشرين دولت. ايه هي المدة اللي انا ايه? هابنك ولي تيك فور دليس كوز. وبيه ده سيم انت البرشيس كوز. ايه المدة اللي يبقى فيها تكلفة الليس والبرشيس. ان انا الليس ده اللي هو يعتبر الميك ولا الباي? الباي. والبرشيس ده انا هشتريه حاجة عاملها بنفسي ده اللي هو الان ميك. اللي هو تحتيزي. ايه هي المدة اللي في الساوي تكلفة اثنين? ففرق افترات كده من اللي فات ده ان انا لو انا ايه? هعمله باي امية وعشرين دولار في دي. اللي ايه على المدة الايام اللي انا هقدره فيها. ان انا لو انا بقى هشتريه انا هدفع فيه الف دولار وبعدين هدفع ايه? عشرين دولار في المدة ان انا علي هحتاج لدي. وساب المعادلين ببعض وطلع في الاخر ان دي دي مدتها عشر تيام. وبالتانى الانكرار بقى w w w w w w w w w un . صدح من اللي اوقف otras من اجلك ان ان انا لو لامودة عندي اكثر ما ا effort ما اضمنة ابنة ال ام بحاجة ملو LES PU وانتحق في لغ LES PU باي هو اللي يعمل بعد بيطلع بقضل معي الـ Procurement documents يعني الـ Procurement بتاعت الـ Procurement بأنواعها ومسمياتها بتختلف حسب الشركات يعني كل الشركة تتعامل بـ Procurements لها مسميات معينة بالشركة ان كل يعني كل الشركات بتستعمل نفس المسميات فبراسة هنا بيقولك كي حاجة اسمها لو انا اعمل عطة بعمل بعمل ده قوي العطة والاشخاص اللي انا عايز ان تقدموا العطة بعمل لهم ببعط لهم عشان تقدموا للعطة بدي Invitation for negotiation Request for information اما يبقى اللي متقدم لعطة او حاجة دي ناية في معلومات ناقصة وعايز استفسر وعايز شوية clarification بيبتل يبعت ايه؟ طلب معلومات من الـ Client واضح لي المعلومات دي خلي الـ Client يرد عليه اللي ايه؟ بالمعلومات المطلوفة وبعدين نعمل بعد شوية ده نعمل شوية ده نعمل بعد شوية ده نعمل باعملين بدا الـ Confidence نعمل اجتماع لكل الناس اللي مقدمين العطة حيث ليه عندهم ايه؟ فهم ومشترك والبتدي حالة دايما في العود مرفق كده الاسئلة والأجوبة اللي هي الاستفسرات مرفق الاستفسرات اللي حصل اللي العطة وكده بترفق بالاجابات بتاعيتها بحيث ان ايه تبقى مع كل الناس ماداش في شخص ماداش في شخص اللي سأل جالوا الاجابة واللي مسألش مجالوش لأ لازم تبقى مع كل الناس عشان انت أقولها عارفة كل الاستفسرات Bequest for computation Bequest for proposal ومارد دي شوية مسميات تانية كده بديها بنفس الحاجات الموضبط على بلوكتورمينت هنلاقي بان هو جزء كبير بعد ما خدت انا الميكور باي ديسيشن ده فانا قررت ان انا بقى من معظم الحاجات اللي انا قررتها باي ان انا اجيبها بقى منبرة هي اللي تنتصر معي فعملية بلوكتورمينت بقى منبرة فانا انا اقررت ان انا هعمل لها باي منبرة واجيبها منبرة هجيب الطرف ده ونعمل معاه عدد هعمل معاه اتفاق وانتفق احنا الاثنين انت هتعمل ايه من الاعمال مقابل ايه وننتفق وننضي عدد فهتلاقي الموضوع بعد كده اللي هتناول جوز كبير قوي منه عن ايه؟ عن ال contract والحاجات دي موضوع يعني كبير شوية دي برضو ما يدريتش تتناوله بطريقة يعني مفصلة قوي واجملت في بعض الحاجات كتير شوية كتاب بريطة يعني من الكتب اللي شرحة كويس في الموضوع واجابه شوية معلومات اضافية زريفة فبيبتدي عندنا حتى ال contract دلوقتي بدأ يعني ايه كان زمان بيسموه contract administration اللي هو ادارة الوراقيات والعمليات بتاعت الرؤون بعد كده مازالت بقى العملية بتاعت ادارة وال contract عموما بدأ الى اسم contract management ويدفر فيه مش بس انه هي وراقيات وادارة عمليات بتحصل لها ده موضوع علاقة ما بين طرفين والطرفين دول العلاقة دي ممكن تستمر ويبقى لها قيمة ويبقى ما عايزين يحفظوا عليها بعد كده ويستفيدوا منها قيمة استفادة وممكنها وانا كده تعريف ايه هو العهد فالعهد هو حاجة هي علاقة متزمة لطرفين طرفين هيوقعوا نشوف بعد شوية ممكن ايه ما هيوقعوا عليها الاثنين هيوقع على documents هيوقع الاثنين تسوي حيث انها متزمة للطرفين between borders to define procurement statement report كعادة بيعرف ده بيعرف statement report ايه العمال اللي بتعمل مع العادة requirements for reporting التقارير اللي بتعمل ازاي payments الدفعات بالدفع ازاي rules and responsibility مسئولية كل طرف من الاطراف تجاه الطرف الثاني risk allocation كل طرف بيتحمل ان المخاطر المسئوليات دي بيبين عليها مخاطر بيتحملها طرف عن الطرف الثاني وبيساعد ان العهد او يساعد ان هو التواصل ما بين الاطراف وضوح المسئوليات لو حصل بقى ان حصل اي تغييرات واحنا شغالين العهد بيوصف بقى التغيير ده هيتم ازاي؟ او الميكانيزم اللي يحصل بالتغيير حصل بقى عامل تغييري change order وهاكذا تبتيني نشوف ده العهد عادة ما بيوصف ده هيتمفز ازاي ويحصل ازاي؟ وحنا يمكن شوية ال bnb بتذكر دايما المفهوم اللي هو اللي ايه change request مع انه مش مفهوم ال variation اللي همتعمل بيه بره في العود عادة يعني زي فاني كل حاجات دي بي حاجة اسمها variation بيش انا ما دي اعمل تغيير عندي ولا حاجة دايما تبين بيهتم تتعابد حاجة تانية مختلفة شوية اللي هي ايه؟ change request وعادة من change request ده بتحطه تحت تلت حاجات السين اللي هو كمان مش تغيير اعمال اللي هو بيضع زي ايه؟ اه ال scope ده لا في الحاجة انهم هم بيصنفوه تحت تلت حاجات تانية يعني هو عادة علينا من كده في كل الاريز يعني دايما في ال monotric control اللي اذا عملت في الاول change request ده دايما تصمف انه corrective action حاجة تصحيحية او preventive حاجة وقائية او defect عيد حصل وانا هزيله خالص وارجع عامله ايه تصحيح في الاول قصة بس تانية دايما اني اتصل تحت التلت حاجات دول ومعاهم ال ايه؟ ماذا الفرق بقى بينه وبين ال variation ال variation بس ال post او في ال لا لا اهو مفيش مفيش فرج بس ده اسلوب وده اسلوب يعني 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 الفاديك بتعتمد حاجة اللي هي الاسلوب بتاع ال variation ما بتسميه variation وبتعتمد له طريقة معينة انما ومعظم الرؤود يعني كثير من الرؤود يعني انما ال bnb لا في الكنس بتاعها ما عنده ايه ده هي بتعتمد حاجة اسمه change request وليه change request ده زي ما هنشوف بعد كده في ال integration خد ال integration في لايه خفصة ده هنشوف بعد كده في ال integration بمورر ما حاصلنا change control وبعدين يبقى approved وبعد ما يبقى approved بتنشوف الاعمال approved ده تنفذ ولا لا وبنفذ زي ما هو approved ولا لا زي ما شفنا في ال quality ال quality بيطلع عندنا change request بيطلع verify انه ايه انه اتعمد زي ما هو approved لما بتعتمدش كلمة variation دي اصلا خط وعندهم كلمة variation لو دخلتها على ال bnb لايه كلمة variation دي معناها variance اه اللي احنا زي ما شفنا في الليه في ال cost وال time والحاجات دي اللي هو الفرق ما بين ده دي المفعلي والمنفذ وال variance analysis والكلام ده فهو ده ال variation عم بيطلع اصبعنا شوانس الموضة التالية كده اصبعناك preventive action preventive action و defactor pay هنا عندنا عام يواجد باندو ال contract ازاي بيبقى legal يعني علشان يبقى قانوني ومزن وكده اين هي الحاجات اللي بيطلع اكتبا موجودة في ال contract اصبع ال variation variation بالحاجة مش موجودة في ال contract وال change sorry variation موجود زيادة موجود ده ال change اصبع باندو مش موجودة اساسا بيجي ويتحط على يعني متخسر كده عندنا اه لا هو التفسير ده اه هو التفسير ده مش ضغير اه هو الموضوع بيعتمال على العقد اللي انت شغل بيه يعني انت اصلا لو جيت حاجات في ال contract مش حاجة اسمها change also هو variation بس ها هو المنزل فالتفسيرات التانية ده يعني حسب العقد اللي انت شغل بيه ول شغل بيه هو اللي بيحدد ازاي يعني في حاجات تانية ما فيها اش بريش بيه حاجة اسمها change order يعني العقد هو اللي بيوضح فمش شرك الموباريات كده طي ايه هو العقد انت ازاي وكده فالعقد عباره عاميه offer and acceptance اللي هو ايه لضاء الترفيين. حد بديعمل هوفر وبتاني يعمل له اللي هو بنسميه عجال وقبول. ده اللي هو ايه بداية العقل وبعدين ان هو في حاجة value قيمة اتقدم من خلال العقل. ان ده هيعمل عمال وسلم اللي هيبديله فلوس. او الشرط ان هي ايه. الشرط ان يبقى المقابل فلوس. ممكن تبقى حاجة تانية. الاجل كبستي انه يبقى كل طرف من الاطرافين. الاجل ما يبقاش حد طاصب. ميبقاش حد مش من حقه مش قانوني ان هو يعني العقل. فايبقى الطرفين دول الاجل ان هم يعملوا عقود. والاجل بيدلس ان الهدف نفسه يبقى هدف قانوني. ميبقاش العقل ده على حاجة هتبننفذ قانوني. يعني العقل ممكن يبقى العقل ده شفعي او كتاباتك. يعني انت ما بتجيب شفص يعني انك عمل في البيت وتقول له انك عمل سباكة يعني انك عمل في البيت وتقول له انك عمل ده مقابل يعني بالمقابل الفلاني ده يعتبر عقد ما بينكم وانتو الاتنينة. فده يعتبر عقد الزواج. هو في الاصل تي برضى عقد بربل. اللي جابه القبول فيه والشروز والشارك ايه هو الاصل تيه عقد بربل. العقود ممكن تبقى بربل او رتن ويفضل. او رتن ويفضل. والفضل اللي بابه مكتوب. فيه بقى انواع الروض عندنا في المشاريع. ليصناف. اهو ثلاث نحك ثلاث انواع رئيسية. هل تعملت؟ على قادم?, ايه؟ ايه لندة ايه؟ يتعمل من فيدي و السلطر واحد، لايه؟ المشتري والبائج عناتاً المشتري هو اليباعة هو الوحيد زي مصلا معادي ايبقى باير والاقنطر و السلطر الخرص المالك المالك والل umb وكوست براس او كوست ريبورسيبول وطايم اما تابع دي الواع الثلاثة هناخد بقى ايه يعني مش هندخل في دعاكاته هناخد امثلة كده عليها عطول اللي هو ايه العقد اللونسوم يعني بيبقى ان العقد مقيمة كده فايه طلو قيمة وبجرى عطوله خالص حانا بيوضاع العقول للونسوم دي احنا بيبقى معاها مثلا مقايز الكميات على سبيل الاسترشاد وكده علشان لو حصلت اوامر تغيرية ينجعوا ليها ولكن العادة الاخر من باله ايه لو يتمسل زي ما هو من غير تغيرات فهو لقيمة سابتة يتعمل الاعمال دي مقابل القيمة دي وخلاص بيبقى في انواع كده اللي هو فكسد برايس انسنتب فيه بيبقى في انسنتبز حوافز لتتدفع على بريتيريا معينة فممكن يبقى العهد زي العهد ده كده المليون ومية ولكن كل شهر بدل هتخلص كل الاعمال هتجي لك ايه عشر تلاف دولار زيادة فيبقى الايد باير هيدي للسيلر عشر تلاف دولار زيادة على الفايتيريا بتاعت الايد ان هو يخلص كل شهر بدل وده على اصلا بيعمل دليل ان هو لو استعمل المنتج يعني لو استعمل المنتج اللي طلع من العقد ده بدري شهر هيجيب له عائد اكتر من العشر تلاف فميعمل الانسنتب ديه علشان ايه لو جاله بدلي هيكسبه مكسب اكبر من المبلغ اللي هيدفعه وفيه تاكسل تاورد فيه والاورد فيه انا حاطبت المثال ان هو ايه كل شهر البرفورمانس هيجي لعن البلاند اكتر من 15 تلاف دولار هيدفعه ايه خمس تلاف دولار وماكسب اوورد خمسين اولار وهو الفعلي من الانسنتب والاورد فيه شوية الانسنتب ده حيان بيبقى ممكن يباستبول انت يعني ممكن لو انت عملت الكريتيريا دي لو انت بدي هدينك فلوس دي هذا لو انت اتخارت اخص من الفلوس او لو كريتيريا مختلفة برضه ديه نفس الكلام ايه فيها بوستر ونيجاتي انما الاورد فيه بيه بوستر بس بعد كده فيه اللي هو اللي هو ايه اللي هو ايه لو انا عندي عهد مدته طويلة فالاقتصاب بتاع الدولة الاسعار هتتغير وكده فانا بخطط من الاول في العقد ان انا ممكن اقبل بتغيير الاسعار ممكن الكنان ده يبقى هنا بس احضر بالمثال ان هو الف ومية فالسنة الثانية ممكن اسمح بسجالة الاسعار هنا على او هنا احضر ان هوا هي او ممتع رب المكتوفة بيحصل عندنا بالطعود ان الاسعار بسعر الدولار ولو سعر الدولار تغير ممكن اغير سعر المكتوفة حالا من الاترون كان الدولار من مبارة وانشارتية حالا كان بيبقى فىالحاجات اه اصعار الحديد اصعار الحديد ده كانت بخد مجال كبير من مصر وأيه برضو تغير اصعار الحديد والحاجات الاسعار فاللععد ده تصعر بناءًا على سعر حديد كذا وإن بعد كذا لو سنة أو سنتين سهل حيث غير ممكن نلاجع أسعار العظم وده يبقى العظم في الحاجة اللي هي إيه لو العظم مضيقه طويله مثل إنه هو الفيكس الجنائس أول كتين أريد أن أمسها عادة في الكتاب اللي المكسيوم أول كتين مكلاسك تكون مكتوبة في العالم اللي هي الخمسينات اللي مكتوبة في الإنسان أي سبب اللي هي مكتوبة في العالم؟ يعني فيه مين المهم أنه هو خمسة مثلاً في دماث والخمسينات دي اللي هي المكسيموم لازم يبقى في العالم إيه سبب اللي هي دي يا مكسيموم؟ وفي حاجة تانية في الإنسانتف فيدي هنشوفه برضو إيها فالموبار المكسيموم ده اللي هو البويت فوتر أسامشون اللي هو عاد، اللي هو تكلفة وأنا مش عايز أزيد التكلفة حكذا يعني أنا في الآخر، أنا مش عايز أبني الإنسانتف برضو تزيد إلى مدى نهائي فلازم بحط السيلين معين لأنه هو بعد السيلين ده ممكن تكون بتسابق خسارة للخرف التالي طيب هو بيحط ساعة معين للزيادة، وبعدين بعد كده بيوقف على بلونده أسطل رمضاً السيلين اللي بتطبع على الهين؟ على الهين اللي هم ليه؟ على الأول؟ على الأول؟ ممكن، ممكن يطبع على الهين فيهم زيادة هو الفرق الوحيد إن الهنسانتف دارع مالوش مكسيموم بالنسبة اللي فينا يعني ما نزيد مثلا إن هو قادر يحقق مثلا بطاعة معين ما مفيش حكس ماليون هل فخش بريد غير فخش بريد غير حساب تبتطيها؟ اه وهنا هل يشارك الخليمة؟ ممكن أن يشارك حوالي ويشارك تاني حاجة كوست بلاس فيه او بلاس فيه يعني لو في الاخر هياخد انه هو هياخد التكلفة اللي هيتكلفها زائد اتعال ستة بس ان عشر قرار اتقشلها من دولار او بيبقى في برسنتج اللي هي ايه كوست داستم برسنت وكوست اس فيه ياخد عشر افناية من برسنتج والحال البرسنتج دي فنقولون ايه ايه الليجل فاديك ام اعرفش ليه هنا الليجل ولا الليجل بس ايه يعني البرسنتج دي احنا بكتير بيعتبرون ان ايه احاوز ايه الليجل ومش مدقى قانونة مش مصموح بيها لان هو المياول هيبقى ايه هيبقى مصمحت ان هو عايز يزود التكاليف قد ما يقدر علشان هتعاله تزيد وبالتالي ايه بقى ايه يعني امفير في التكاليف بتاعته والشغل بتاعه اللي هاي عمينه فيه كورس تبقى فيه ان هي تبقى ستة بقى ان هو هياخد الكورس التكلفة زي ميت الف فيه كورس تبقى ان هو هياخد ايه التكلفة وبعدين هيبقى هحط التارج انت يعني هو بيقولي ان انا دلوقتي متوقع ان التكلفة بتاعت الاعمال دي تكون فمسونية الف ده تارج الكورس وهتفيلك ايه خمسين الف ادعاء ولكن لو انت عملت اي كورس سيبي او 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 لو انت زدت عن المبلغ لو انت قليت عن المبلغ ده هتفيلك ايه عشرية من الان انت قليه مليز بتاعك ودي تبقى ايه شيريج ريشو بتبقى بايير السيدل يعني بنتبقى الباير الاول مع ال سيدل فانمتس ما ايه تمانين وعشرين وفيه ايه الاورد فيه ايه او هاتفي ايه ايه ايكد الاورد فيه انا هو الاخر هياخد الكوست زي فيه ميتين باير بسيط بالكورنس كريتيريا برضو كريتيريا معينة والإيه مارسل هو ورده خطبها مارسل التنسيطة مرسل التنسيطة السرطة دي طبعا مفروض انها هتقابلها للتغيب صح؟ لانها ماشي سكوب واضح يعني اوها تقول من البداية ممكن ما يتبير طبعا اثناء مشهور لا هو مش شرط ان يراجش فيه سكوب واضح هو فيه سكوب واضح بس انا تكلفته انا هتديلك التكلفة اللي انت هتعمده يعني انا مش متفق معك على أسهار ملاوزك انت هتديني فواتير وتكاليف وكده وانا اصرف لك الفواتير اللي انت تدهاني دي فده التكلفة انما هو من الاول انا برده اخدت له تأدير يعني له بوجت والله سعر فهو البوجت التأدير اللي هو حقه ده بيقول انه هو مقدر انه هو عايز يتكلف تقريبا خمسمائة ألف بس مش سيف لا لا مش سيف يعني ايه يقدر يتغير عنه فهو عاديوك بقى وتغير هو عامله ايه هنا علشان يحفزه انه هو ما يوصلش للتكلفة دي بيقول انه انت لو وفرتلي اي حاجة عن الخمسمائة ألف دي انا هشارك التوفير ده معك بالنسبة ثمانين عشرين فانا هتديك عشرين في المية زيادة على ايه على اتعاد بتاعك تمام؟ هنا التائم الماتيريال ده بيبقى ايه يعني هو عادي وهم اوصفين انه هو هايبرد ما بين الاثنين انه هو يعني مشترك شوية ما بين الاثنين الفيكس برايس والكوست بلاس على تأس انه هو هنا في يونت محددة سعر يونت محددة اللي هو ايه 100 دولار للسعر فده ايه فده يونت سعر يونت محددة اعتباك انه فيكس ال ترائس وفي نفس الوقت هياخد الاتقاليف والماتيريال تكاليف والماتيريال تكاليف المواد اللي هو هيجبه فيبقى المواد فحسبوا عليها للتكاليف فحسبوا عليها كأنها كوست بلاس ولكن السعايات العمل عزو عليها فيكس ال يونت ريت وهنا بتكاليف برضو اللي هو اليه ان تيبه اشي سور دربا امر شيرت على طول انا عايز 30 متر من 10 المتر سعره كسر فده برضو ممكن يباين نوع نحن معه من الوقت دي العادة العادة اللي احنا بستمع بيه ده هو دي المسكة تبع الفيكس ال اللي هو من متر المكعب نعتبر فكس ال اللي هو ال ليوسكالي الاول لا يجبه تعالوا وفعله عن الهمكب ان الكمية بتتحسر بعد كده ممكن الكمية الفعاليه تطلع مختلفة عن الكمية المقدرة ولكن السعر نفسه كنا متفاين على سعر سابع اليونت ريت يعني فهو يعتبر تحت اللي انت bear بتحت ال فكس ال برايس ترجمة نانسة في مجلسة الان وإيه فإن أن تكون قدل عملات الكلام ده بقى جديد وغادية علينة الشباب اه، عاد نبصي رأى الان وإيه معلش أنا مدني معلش أنا مدني، فعفظروني في صوت غير مثلاً في اللامسة باسم لامسة لو أنت داخل المشروع معين، المشروع ده هتجيله في مثلاً يعني أنت مثلاً في الـ IT عام الـ develop من ده الحاجة معينة هتطور معين، ففي الاخر ده أنت هتأخذ عليه مدلك كذا، في مثلاً ألف دولار، ألفين دولار في موقعه اه ده نظر عن التكلفة زادت او قلت او انت المفروض بقى من الاول واخد الاعمال اللي انت هتعملها محددة وعدت حسب تفاصيلها وقلت ان انا ايه هتتكلفك بمكسبك بكل حاجة بالبروفت بتاعتك بكل حاجة ويالك ان انت تقول لا انا عشتغل بالايه؟ بالساعة زي انا شفنا في القايمة المهيريال ده لا انا عشتغل بالساعة حسب عدد ساعات العمل هتشتغل هو كذا اينا ها ازاي اختار نوع عاد الـ contract type selection فهنا بيقولك ايه هي بنتيش فايت حالات كده وكل حالة اختار بينا نوع عاد ازاي you need work to begin right away عايز العمال تبتدي حالا فما فيش وقت ان انا نوع بنعمل الـ quantity ونعمل بايس التمنيات واسعار وعطاءات والكلام دفع انا عمليه final material you want to buy expertise عايز تاخد حد خبير هيعمل لك اعمال معينة فاين انا نحتاج ممكن تعمل اعمال لقصة you know exactly what you need to be done عارف العمال كويس اوي فتزار بقى اعمل ملت بانتي مويسة كاملة واسعارة واشتغل fixed price you are buying the programmer service to open into your staff for a short period ده ده دريب لمدة صغيرة برو فانت كنت ايه دايما material شوين صغير فا اول حالة ليه مش مستقلناش الـ cost to begin right away ايه اه وانت بقصد 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 محتاج ان الاعمال تكون يعني تكون يعني واضحة اوي ايه معروف ايه هي العمل هتعاني التكليفة والصعود ايه ايه عشان تحسد الادعاج بتاعت الشخص والكلام ده حتى او انا التكليفة بص هو بيقولي يعني الكلما مش ماضحة او بيقولي تاسد ترجعاته بس ايه بشوطة ايه 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 هو ايه ايه يعني ان يهص الموضوع انت بتحدد سعر سعر كذا وعديك التكاليف انت ممكن في الحالة الثانية انت بتعمل ايه وديك التكاليف ودريك اتعاب الدية فايتعاب الدية سعر يا صقب انا متكلس다는 quien يقولك قام سدي انت بتحتاج تعمل قولة الانبويسي دي فالتقولي الانبويسي هيجيلة بتحتاج تعمل قولة الانبويسي دي هل تفقد بسرعة وتستعمل الي انبويسي دي انبويسي دي وقتها تعمل الي انبويسي افضل المترجم للقناة 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 فهجيب لك المناول ده اقول لك اسرد الاعمال دين المناول ده بالتكلفة الاقل دي. خد نسبتك. اه خد نسبتك. واحنا بتخفيك الاول انت وصلا لديك نسبة عشرين في المية. وهو اربطك. فهنا كانت اللي هي الـ total cost 2 مليون. الـ total profit 200000. وبعدين معني كده فيه سيليد price. يعني فيه هنا ايه سيليد price اتنين مليون رو مائة وخمسين الف. فلو هو زاد بقى بيوصل لمرحلة معينة انا هو بيشوف ان هو لو زادت عنده الـ cost عن تكلفة معينة هيبقى بيعمل مشرودة من الـ profit. فهي دي point of total assumption. اللي هي النقطة المعينة من التكاليف اللي لو زادت عنها هيبقى بيعمل مشرودة من الـ profit. المعدة بتاعتها تقول ايه? الـ point of total assumption بتساوي. الـ selling price. نايس الـ total price. على الـ buyout share sharing ratio زاد الـ target cost. فهيه في الحالة دي بتساوي ايه? الـ selling اللي هو ع 2 مليون رو مائة ومائة 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 ومائة. ناقص الـ target cost اللي هو اللي هو عالية فعلى الـ 2 دول cost and profit اللي هو 2 مليون ومتين الف على sharing 80% زاد الـ ايه? الـ 2 مليون دي اللي هي الـ target cost. يطلع الـ 2 مليون 312.500 دي point of total assumption. لو زادت التكاليف عنها هيبقى ايه? مش هياخد profit. فهيبقى الـ seller بيناني بالتكاليف بتاعته او المزيل عن الرقم داي بقى ايه? دي طب عديته على الـ risk او لسه؟ انا في الـ risk كان بيبقى فيه الحاجات اللي هي ايه? اللي هو ان انا بعمل sharing اللي هو hosted او ان انا اعمل الترانسفية اللي هو negative. فانا احيانا بحتاج ان انا ايه? الاعمال دي يمكن اديها لطرف تاني حيث انه يشارك معي المخاطر اللي موجودة في الاعمال. وبرضه بيبقى فيه حاجة تانية بتبقى يعني بركزوا عليها في العود يمكن الحاجات بتاعت الـ IT اكتر اللي هي الملكية الفكرية والحاجات دي. والكلام ده ان هو الملكية الفكرية بتاعت الاعمال. احنا عندنا في الـ construction مثلا ما عندناش الجوزيات دي. يعني دي تبقى مهم اوي في عنواع تانية من العود. ان يبقى الملكية الفكرية بتاعت الحاجة اللي هتتنفذ. يعني انا بعمل منتج معين. المنتج ده هل هيبقى من حق المالك بس ان هو يستخدمه. ولا هيبقى من حق الـ seller ان هو يستعمله بعد كده في حاجات تانية. ولا هيبقى له مدة معينة وبعدين يستعمله. وبرضه شرية المعلومات والحاجات دي. احنا برضه ابقى بعمل سيستم في شركة هدخل على السيستم بتاع الـ HR كله بتاع الشركة. ابقى بعمل حاجة في بنوك حاجة في شركات مش عارف ايه. وسيستم الآيتي بالحاجات دي ودخل على الـ data دي كلها. طب يبقى مهم اوي برضه ايه؟ موضوع الاتفاق من الاول على سيارية المعلومات والحاجات. فهنا اولا في شيء من بتاع الرسك. فانا عندي بس احنا في العادل اللي هو ايه؟ الـ tax price ده الـ lump sum ده. الـ risk على مين اكتر؟ على الـ buyer ولا على السيلر؟ على السيلر. على السيلر. ليه دعو السيلر اكتر؟ لو زيارة عادت منهم ايه او tax price دي او. اه لازم عادت من تكلف تكلفة زيادة هو مش هياخد اي زيادة هو في سعر محدد هياخده خلاص. فلو اي زيادة دي هو اللي هتحمله. فيبقى الرسك هيبقى في حاجة الـ tax price على دي؟ على السيلر اعاد من الـ buyer. الـ buyer اللي هو اداره الـ cost plus. خلاص هو كده الـ risk اللي عليها اقل انه ما رايح لناقول اعمال ليه هتعمل بالتكلفة دي ما هم حصل في الـ cost و اللي هكسب ليه بالنسبة لـ cost plus risk هيبقى على السيلر اقل وعلى الـ buyer لانه هيدفع ايه اكترين فهيتكلفها اي cost هيصل هو ايه هيدفعه عنها زياد. واللي في النص دي الـ time material ومتقسم بقى في النص ما بين من ايه اقل له واحد هنا اللي هو الـ cost plus منسنتش وفي cost plus fixed fee. cost plus اولد fee. والـ incentive fee. وبنحط تانية fixed price باندو. لكل price adjustment التعليق شوية. والايه والـ incentive fee. واكتر واحد في الايات مهم برضه ان مدين المشروع يبقى عمل identification بالـ risk وشايف الـ risk بكل عمالة دي اللي هو يقرر يعمل لها ميكور بايد. عمشان يبقى تبقى دفل في القرار بتاع ميكور بايد position. ويبقى تمام من راعي المخاطر اللي في الاعمال دي لو انا اعملها بايد مبارة. او او راعي انت حاجات دي. risk allocation ده موجود في الـ provisions والقنوط بتاعت العقد. فيبقى العقد فيه ايه؟ فيه risk allocation. في كل طرف هيتحمل اي نوع من عمال المخاطر. İshout 1 risk allocation. لان خلافة على البياء انت نشعرف البياء البياء النامش عارف ان هلี่ سأل. في اي سيت. ما هو انتر. ماجه? نحن نقولن ان هو رسك عالى العلي. على الاي. على البياء طاعة شوية من الان. اه. احلى شوية من fixed brand plus. ولكن مختلف عن الكوست بلس كوست بلس اعلى كتير وهو بيزيد كده كل كده بيزيد على دي فبنود العهد المفروض اليد بقى ايه ويمكن الزمان كان بيتحط يعني كان بيتركز في بنود العهد على الريسك وتوزيع كل طرف عليه مخاطر قد ايه فبيبقى بيتحط العهد يبقى التفكير في العهد كي انه بتفكر فيه ان الهد بصيبة سلبية شوية بدأوا يعني شوية حاولوا يطوروا الفتن ده على المشتر عالم يعني بدأ يحاولوا يطوروا شوية الفكرة ده ان ايه ان لا احنا مش هنبص للعهد بس على انه هو وكل طرف عليه مخاطر قد ايه لا احنا هنبص للعهد عنه بيزيد الطرفين وعلى انه بيحقق بيزيد والحاجات دي والكلام ده يمكن نتطور مش بس في العقود ده اتطور عمول في ادارة المشعار وبدأ يتطور في طرق تانية في ادارة المشعار زي الاجل مانجمت والحاجات دي فان هو ايه نركز شوية على البيزيد والبيزيد اللي تحصل ويمكن برده ما ناخد التعديلات اللي عملتها التعديلات بتاعت يناير المتحين يناير 2016 برده ركزوا شوية في التعديلات دي على موضوع ايه الفاليو والبينيفيكس والكلام ده ان الاعمال في الاخر بتحقق بيزنس باليو للشركة وشفنا في الاول خالص ما كنا في الاول في الترالكشن ان في حاجة اسمها بيزنس باليو ده ايه حاجات المنموسة والذي المنموس في الجلال تنجب البيزنس بتاع الشركة طيب انا بركز شوية ان انا الاعمال اللي انا بعملها بتحقق باليو وبينيفيكس باستمرار ولو هي اكتشفنا في النص وانا شغال حتا في المشروع ان المشروع دي عميه حققاش باليو وبينيفيكس بالي شركة اممكن اعمله ايه وعمله ترميناشن والشرط ان انا كامله لحد الاخر لانه كده لو كملته الخسارة هده ببتزيد الـ على تنمية فيه العادة بتكامهم مجموعة عبيرة من المستندات انا مستند فيهم بقى لو بيبدي بيتمدي عليه من الاترافين في بعض البنوط كده بنسميه اجريمت الاتفاقية والاجريمت دي بيتمدي عليها وبيتمدي برده ويختم على كل اوراق التانية بقى اللي هي مرفقا على الاجريمت دي كلها اللي هي ايه يا حاجات التانية دي البرتكولي الكنديشن الشروط الخاصة الشروط العامة المواصفات الخاصة المواصفات العامة البرتكولي بيبدي 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 بيب فيه بردو اللي هو الكلمات المكتوبة او الحاجة من فقطها Words are binding more than numbers لو الرطر مكتوب بال digits بالأبطار ومكتوب بالwords بالتفريط كتابةً فالكتابةً دي لها ايه؟ مجزمة عن دي على الأبطار وهي binding على الأبطار طبعاً التفريطة بفترفنا على التفريطة طبعاً بس ده الأغلق ده الأغلق معظم العقول بس عادةً العقول بتذكره عشان نتحددها كلها فيه عدد معين 20 وحدة البوكيو على خمسة ففيه 319 بتمشي على الدرون؟ بس هو هيقدر اللي انتم تعملوا بحاجة هيقدر لولك لك أرشيلي على البوكيو؟ ما هو بقى بيقى مذكور بندة العادة مين اللي 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 بس معميك يعني الفيرلز بقى اللي انتصفر عبالة واتمانا شكراً بيرف قانتي مواسطة كمية بل بل مهم اني بنود العادة تبقى مكتوبة بلوغان وفهمة بين وبين لانجوج وفيجوال انس وممكن يبقى فيه شارطات وحاجات مساعدات بسرية في العادة علشان يبقى كل حاجة واضحة لغلو شارط لغبان فانس لغبان كده كل بلاخت من المتتنم بقى ايه فاول عمليه الموضاعات بعد كده تاني عمليه علشان بس الموضاعين ايه بقى وقنا فاترقنا لان الدهوسن دي هتبقى فيها عقود مع الاطراف تانية وايه هي انواع العقود وكده ستبقى لعمليه الأخزان من الأطراف سوف أقدمي بموضع أخطار سإمكان الاختار سلئة المتقدم من الاختار مين أحيانه أخطار فهي لدي في الاموكس السيلر المتقدم السيلر المتقدم والي سşallah الأخزان سيكون أخفض بماتجيل معامل وكتنع مختارة عن الناس دي كلها اي حد يلقى استفسارات اي حاجة ويبتر يحس ان يبقى فيه common understanding كل الناس عندها فيه مواحد لايه هي الاعمال وايه هي مكوناتها وكده زي يبقى عادة الاستفسارات والحاجات دي بتبقى مرفقة كمان مع العقل في الآخر والاستفسارات ده هقيم الناس ازاي وكده والتفاوض على بنوة العقل وانشوف الاشياء اللي نخليها في الآخر خاص لو بقى فيه مرحلات مرحلتين من negotiation negotiation قبل ما هعمل العقل اللي هو ده دلوقتي negotiation تفاوض وانا بعمل بعمل closing بقى خل العقل لو فيه اي مزاعات او كلا كده ايه الاطراف والهدف الرئيسي ينكون ده في كل منتده انا نعمل ايه selecting seller and awarding to contract واعمل معاية العقل الاثبس ريزة عندي ايه الاطراف اللي انا ايه اختبتهم والاغريمت اللي هي ايه الاتفاقيات اللي انا اعملها ايه في العقود معاهم بيقول ان سور الاغريمت ممكن يبقى letter of intent وعلى ده letter of intent اللي اما بيبقاش اغريمت بيبقى بس ان ايه ان انا اسناد خطاب اسناد للاعمال ان انا اسنادت الاعمال ده للشخص الفلاني بس مش منزل اه لو بيبقاش مدزل وبعدين يعني حسب برضو الpolicy اللي موجودة في الشركة بيبقاش منزل الا لو تمضوا على الترافين هم عادة مش ده اللي بيتميدي على الترافين بيعملوا بعض صحيح حاجة اسمها letter of agreement هو اللي بيمضي عليه الترافين وهو ايه الامل ملزل ممكن يلقيه منه ممره ده وفي عدرس تاني مزكرة التفاهم وهو اهد كتير بتستعمل في تعديلات العقود يعملوا مزكرة التفاهم بتعديل معين ويمضي عليه باره الترافين letter of agreement قوله احنا لو انهم نعمل letter of intent بعد شه اتعمل letter of agreement verbal agreement سننا رعبونه في التبع الشفاهية البرشيس order احنا ممكن البيانين اللي عادة عادة بيحترع عليه terms of conditions ده ما شوفنا عملك كده كده احنا عملنا ال conduct procurement ال conduct procurement دي كانت موجودة فعني درس جروب execution تمام اللي بعد كده موجود في ال hands المنطرنت control اللي هي control procurement فى control procurement هنتدلي بقى نتابع العادات مع عملية control بتبقى مقارنة ما بين اللي حاصل فى planning كله حاصل فى executing واشوف اللي حاصل بقارن ما بين الاثنين واشوف هالا هو حاصل executed as a as planned ولا لا لا وبيطلع عندي عادة فى the outputs بيبقى عندي عادة فى the outputs اللي هو work performance data وهنا بيبقى عندي ايه كمان work performance reports الاداة بتاع ال report دي inputs فى عمليات كلاهيلة شوية ال report دي تبقى عندي تطلع معنا فى the integration خلاله معادة ال work performance data اللي هي البيانات والحاجات اللي حصلت فى الموقع وبعدين عمل لها analysis ومقارنة تطلع فى الايه فى عملية control تطلع فى the output عندي work performance information مش بعد الاناليسي دي وبعدين ااخد ال data بتاعت الاناليسي دي احط طبقه formats معينة واشوفها عملها communication ازاي مع الاثراف بس ان هو بس ان هو كده بحجود وانا بس انا فيش نوع لا هو مش مجموعة هو مش ذاكر بقى هنا لان دي موجودة في الانتجريشن ما هو والكلام ده ان هو عملها تتنفذ ولكن هو مش ذاكرها هنا لان هي مش مش خاصة بقى بالتركيبن دي تركيز الاعمال فانتلاقيها مزكورة في الانتجريشن المفوض ان الاعمال تتنفذ يعني هو في الانتحط خلطة يسند الاعمال الزابت اسند الاعمال وعمل عروض والاعمال دي تنفذ وبعد كنترول بيقرر اللي تنفذ اه 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 هيتابع بقى اللي حاصل نفسه بقى بس اعمال اللي تعقل عليها دي بتتنفذ ويبتل يعمل الانتجريشن بقى الانتجريشن ويبتل هى امتر هانا بقتلي عمل الانتجريشن عمل اتنفذ شكله هوني ازاين وفيه افروط تشينج ردق دي حاجة زي ما قلنا ايه بلنا روشنا في الانتجريشن اني ازاي الانتجريشن لي بقى افروف عشان اقارن هآل اتنفذ ازاي ما هو افروف للا ده اطول زى التكنيكس هنا دفل برضو معنا الانتجينج ويصبر بنتخل حسب is the information في الانتفاص به كيفية التفاصيل الانتفاص باتطاق فس arribب لسي اجمع المحن الانتفاص باتطاق ويصبر باتطاق ويصبر بالطنق يطلق تلك وهو قد يطلب منه الانتفاص اضغط التواص الانتفاص بس دي جات من ايوان خرب دي جات من التجريش معاولنا تشينج كنترول عليه وقال او افروف في يدخل ان هو تلفز تغيير العمل يعني انا مسلد لوحد ان هو هيعمل ان هو هيشطب مثلا الغرفة دي اللي احنا بيها هيشطب الغرفة دي و هيعمل الشبابين بس وبعد المعلكة عمل تشينج الكوستنور ده فرصة خالية فعملت تشينج الكوستنور دفترون هو يهرك بس اي الفرور فده طبعه تشينج الكوستنور تشينج الكوستنور دي عادة عملية الانتجريشن يبقى ابروف ويعتمل بعد ما اعتمل هبتدي يدخل هنا بقى تاكد ان هو ايه تنفس ان هو السيلر ده نفس الحاجات الابروف بس لسه ما تعملش عادة لا ما الابروف ده ده هكبه بقى العادة يعني هو اعاد ينا سيستم هنا اللي هو الكونتر اكتشينج كونترول ده ازاي ارحب الكلام ده ده سواحنا الابروف الابروف بقى هنا بردو في الحكة بتاعت الابروف كل ده هيضاف عني في مت pale في الورجلاليزيشن بروس السس. فهده لي بقى في الايه؟ في الوفديت السهيرة بتاعي الشركة. سيتضاف عندي في الاسس بتاع الشركة. يعني في الاسس بتاع المآول ده. عايفية معايا معالي كده. ان هو موجود عدًا موجود عني في الاسس بتاع الشركة. عايفية معايا معالي كده مما انresser معفر معانو استقباليا. قطر اعمل معايا اعمال قبل كده. وكان الاسس بتاعه اداءه كان ضعيف. اداءه كان كويس. لكن عنده مشكلة ان لو الاعمال محتاجة فان نجعله ما بيقدرش يعملها لا الكواليتي بتاعه في النوعية معنا بتاعمال ضعيفة لا الكواليتي بحاجة تانية فالالبالويشن ده هيكفلت معايا بعد كده فهيتحتاج الضغط النيه للأسدس بتاعته ايه انشاء ده للأصول بتاعته انشاء ده هنا بقى انا انا بعمل انسدكشن وقدر تنجعله في فايمين سيستم نظام الدافع التبعات والمستفرصات والحاجات دي وديه من الحاجات اللي ايه يعني المهمة جدا طبعا ان هو ذكرت مختصة اغاوي في التربيه لان هي في الاخر بنيرجع ايه؟ بالعقد يعني ان هي في الاخر بنيرجع شوالي الـ contract management اللي هو ازاي بقى الـ claims نفسها يبتدي بتعمل لها administration يبتدي وديه المطالوات اللي هتحصل طرف عنده الطرف التاني حق سوال الـ buyer عند السيلر او السيلر عند الـ buyer كل واحد يقدم كلام للطرف التاني والكلام ده يبتدي نشوف الحلومة بينهم ازاي؟ ويبقى عادة المسالة في استشالي يعني حاجة اسبقى مبينهم مبينهم ده ما نجحشي طب هناخد نتفاوض مع بعض الطرفين يقعدوا وتفاوضوا مع بعض ما يكونش يتفاوضوا مع بعض اللي يجيبوا طرف وسيط يعني الـ mediation يتفاوض معهم ما نجحوش ان حتى حاجة يعمل mediation ويعمل توفق ما بينهم الطرف خارجي هنبتدي نلجع بقى ايه بالمحاكم والحاجات دي في حلول بديلة بقى موضوع المحاكم ده اللي ايه حاجات بتاع التحكيم والـ arbitration والكلام ده يعني موضوع المحاكم ده ده هتقول بطي محاضرة من اهم محاضرات التحكيم ديه في الجامعية اللي تعم موضوعني المحاكم ده شوية ومراحكم الحاجات دي تاني بيتكامل بقى ايه زي المحاكم هتتحلوا يومنا تيجيب الحاجات ممكن يبقى خليم ناتج عن الـ change او مش شرق ان يبقى ايه ان يبقى خليم ناتج عن الـ change وفي الاخر بقى ابروك دولار لا وفي الاخر بقى في حاجات تبقى معلقة وفي الاخر بقى ايه تحاول الـ change وانشوف بقى ازاي يتعمل معلقة الـ change على الحاجات اللي هي unreserved claims اخر حاجة بقى اللي هي عمليات ايه الـ change ازاي هنعمل closing لعمليات الـ احنا عندنا في الـ change الـ change لانشوف في اثنين zczات في الكلوزنج بقى فيه عمليتين في الكلوزنج اللي هما ايه اللي معنا ديه وواحدة تانية بقوله في الانتجريشن اللي هي ايه كله على بعض البروجيكت او فيز اللحظ هنا مثلا ان البروكيورمت فيها ايه فيها اه فيها عمليات في كل البروز جروبس معدد الانشيتي ومفيهاش حاجة في الانشيتي انهابقى الانتجريشن بسلا هي الحاجة الوحيدة اللي هي بها كل الان ديه في كل البروز بروكيورمت فهين اعنا امي لغى حاجة بقى قد اليه تلوز بروكيورمت طبعا تلوز بروكيورمت هتيجي قبل الكلوز بروشكت لما اجي اعمل تلوز بروشكت لازم اتأكد ان انا عقلت بكل البروكيورمتس الاول عشان اعمل المترجم بقى قلوز بقى قد يافحة باعد الاختالي المترجم ان انا هععمل بقى ايه كومبيتينج ايش بروكيورمان كومبيليشن ور ترميليشن بالشرط الكلوزنج ايه بقى ايه بقى كومبيليشن والشرط ان العملت كله تخفزت وخفزت لأ ممكن اكون اعمل كلوزنج علشان انا قررت ان انا الغي العزب او اعمل ترميليشن ليه فالكلوزن ده يبقى له ايه هيبقى له حالتين حالة ان الاعمال خلصة وانا خلص وندفذ الاعمال وسلمها وكل حاجة واعمل كلوزنج خلاص كل طرف افض مستحقات واعمل لها كلوزنج كوارفيات وكمستحقات وكاستلام الاعمال او ان هو يحصل ايه انا اقول ان انا هلغي العقد ده هنا دلوقتي فهلغي العقد برضو ايه محتاج ان انا هعمل كلوزنج ان стран We made sobie and for moving as in activities ambuan lair such as finalzing open claims لو في targets مeterحة لنا افضل اقتراح اعمل ايه بكل الحاجهة اللي حاصلت نتيجة الهاية للاماق and archiving such information for future use ان انا قلنا الحاجهات دي بياجو اضيفه NASA البروسس السس اللي فا عملها ايه ايه ارشافة واركايفة في الاسس الاسس وكده اللي معام بل اخير باوصة عاندي ايه واني دين واني دين باحتاج اننا هنا او دينك ويديو دا بك كل التكمية تيكور مانجل السيستن بكل الحاجات والعاملات والكلوزن ينعدي انه يتفق فورمالي اكناولوج انه يبقى طغلة بطريقة رسمية وفع الترافين على الكلوزن وقلنا بلو في الاسس الابديت كل بقى الدكتورمال فاير كل الدكتورمال اللي حصلة الموافقة على الدكتورمال المنتج اللي طلعه ودي من الحاجات المهمة اوي في الكلوزنج ان انا دايماً اخب بالي باعمل كلوزنج دكتورمال التابعة من الكلوزنج للمشروع ان انا مش بس بطلع على المنتج لانا كمان بسجل كل اللي سن تليرن ودي برضو من الحاجات ان انا مركزة لها بيه في التغييرات ومركزة لها من قبل كده يعني ان اهتمام انه يبقى ايه من كتير تسجيل اللي سن تليرن دا اللي حصلة ان انا ايه هي الدروس المستفادة من الديه من المشروع بحصل ان انا استفاد بعد كده بيها في الديه في العمال المستقبلة هيا بقى الكلوزنج تخلص ديه العمال وعن الكلوزنج وعن ايه النيجشريشن بقى هنا التفاوض ده مقسم لما نحطيه مرحلة pay contract ومرحلة post contract ال pay contract دا اللي هو ايه ما قدت العهد ان انا متفاوض على الجنود اللي هتحصل في العهد ان انا متفاوض ان انا واحنا عايزين قبل ما نمضي العهد لا البند دا انا مش موافق عليه لا عايزين نعدل البند دا لا انا شايفهم دا يتعدل لكذا لا دا انا ممكن اديه ممكن اعمله دا ممكن ما اعملوش ونبتوني نتفاوض على ايه على مستويات العهد والجنود اللي فيه فعشان يباكنا وشكل العهد ونوصل لاتفاق ما بين الزرافين قبل ايه توقيع العهد الحاجات اللي يحصل عليها نمشيشن افضل العهد البرفورماتس ازاي هنيس الاداة متاع المشروع عشان دا ممكن اقياس الاداة ممكن يترتب عليه الدفعات والإنفويس وزولتين حاجات دي مجال الاعمال ايه هو الانكلود والإبسكلودد العادة بتاع بيشمل ايه ولا يشمل ايه الاسكالي واللي يجتل الزمني المدة اللي هنفز كالا العمال دي ايه دا المدة ديه كفية لا امش كفية لا اقدر انفزه اوهات رخيك لا اعمل ازاي البيض طبعا ديه التساعد البوست كونتراكت بقى اللي هو ما بعد العزل اللي هو بيحصل دا ايه فانال ستلمنت اتفاق ما بين الترافين نهائي وفقونا بكل الحاجات المشاكل والايه والمطالبات والنزاعات اللي ما بينهم بيعملوا لها فانال ستلمنت واتفاق نهائي ما بينهم ويفضل طبعا انا احنا نحل الحاجات ايه اللي ايه نحل بالتطاوض وايه لو ما نجهناش ان احنا نحل بالتطاوض انا فيدينا ابدأ ال ايه الوسائل البديلة ايه نحل بالنزاعات يسمى الخيارات علم companions الوساطة arbitration التحقيل او اللي ايه الازدي او القضاء والخولس والهاود المحاسي وديها القد برو في المفضل اه فالحاجة بقيه ايه ه Corinthians الملافزو والشرح اللي وايه Laurie و Fehler тكت dehyd autant المشكلة ده موضوع كبير شوية يعني ومعمول فيه كتب ومحاضرات وفيه يعني حاجات منفصل يعني هو موضوع من المواضيع كبيراً ازاي اتفاوض وزاي حيب المشاكل ما بين طرفين عن طريق التفاوض يعني مش كل الكتب ده كان نفس التكتكس داي بعض يمكن فيه حاجات في الريتا ما اعجبنيش فما راجبتش من الريتا اعجبت لكتاب تاني كده انه الريتا حق في التكتكس الريتا مرتكزة فهنا خلينا نتكلم على الريتا هو ان انا بقول من الاول الحاجة دي مش قبل للتفاوض فده ان انا ببطل التفاوض ده انا هتفاوض على كل حاجة معدد جزئية دي مش قبل للتفاوض فده ايه تكتكس مسلوب للتعامل للتفاوض بعدين او لن انا انا اخذ ان انا تفاوض تلات اربعة نياه لما وصلاش انا نتيجة فهو كده فليما فيه لدلاين مدة نحطتها ده الترك التاني لبقى شخص صحيح الريتا يبقى فيه واحد اجد بيعارض دايما لواحد ثاني ايه جدال بيه بيه فاهم يبقى عالدة مش قبل كده رياف يعني من خلال المسؤول عنه وبعدين بقيتك بالرب تاين ايه؟ دور بعهل التاكتكس شبيهه بيها بالموان ان انا ليها صلاحيه كل حاجة بعد البوزريه دي ملاش فيها صلاحيه ما شكفيها صلاحيه لا يوجد الحاجة ايه؟ لا يوجد الحاجة دي ايه؟ لا هذا لا يوجد الحاجة دي الحاجة دي مش حاجة او معيه مش متقيم وها نبقى لك بقى أنك قادر المسؤول انتو شاكين ان هي مطفية كده يشارك الاطراف اللي ايه الموجودين عمشان يحاول يوصل استعتفل اخرين دي ليه ان انا ايه اقول لا دي نخليها بعدين ازاي ما شوفنا خلي ايه في حل الـ 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 وكده ان انا تجنب الحاجة دي هو اقول لا نحلها لخليها بعدين اما ان هي بعدين تكون خلاص ما بقاش ديها لازمة تكون الوقت احلها او كده فايه مستخولين كل الحاجة او انا كن وصلت الحل التاني افضل التاني من ايه اللي اقوم من الطرف ديهاي من الطرف التاني على حاجة معا دي يعني دي وعد الـ 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 هناخد بريك باكرا ان شاء الله من ايه بصلي معكم من خلاص